تمتد فترات الليل في البلدان الإسكندنافية لساعة طويلة يومياً خلال الشتاء ما يترك أثره على الطبيعة كما على البشر الذين يضطرون إلى ابتداع أسليب للتكيف مع الوضع أعتقد أن السفر في نوفمبر فكرة رائعة إذ يسيطر الظلام الدامس على البلد أما في ديسمبر فالجو يكون أجمل حيث نقوم بإضاءة الشموع تشعر أنك محاصر قليلاً وبإمكانك التمتع هنا بالشمس والحرارة هذا الصيف الاصطناعي الذي تقدمه بريغيتا في مركزها غرفة الشمس يفوق بفعاليته الأدوية المهدئة بالنسبة لكثيرين وتكلف الجلسة في هذا المركز عشرين يورو للساعة الواحدة